يا صباح الفل ازايكم عاملين ايه? ياربو كلكو تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض خبز الفوكاشيا. انا عملت اكتر من وصفة لخبز الفوكاشيا كل مرة بمكونات مختلفة لكن الطعم بيكون لذيذ قوي. اهم حاجة من غيرنا شويات خالص. خالي من الجلوتين. شايفين الجمال ده صحي وجميل جدا من غيرنا شويات. مناسب للضايت العادي وللكيت واللقر بمرضى السكري. وكمان مقاومة الانسلين وحساسية الجلوتين. مكوناته بسيطة واقتصادية وطعم منازيز جدا. يلا بينا بقى نشوف انا عملته ازاي. هنبدأ دلوقتي بالطريقة على طول. معايا كوب عياري من السمسم المتحمص وكمان نص كوب عياري من الزبادي اليوناني. بيكينج بودر وبيكينج سودا ومعايا كمان سيليم. خلي تفاح عضوي واتنين بيضة كبيرة ومعايا ملح هملايا. هي دي مكونات. يلا بينا نبدأ بالطريقة. هنجيب دلوقتي طبق كبير ونحط في الاول الزبادي اليوناني. نوص كوب بالاكواب العيرية من الزبادي اليوناني. والبديل بتاعه بالنسبة للضايت العادي استعمال اي نوع زبادي. وبالنسبة للكيتو دايت ممكن يستعمله بداله جبنة اريش او لبنة. هنحط عليهم دلوقتي اتنين بيضة كبيرة. وهنضيف دلوقتي بمعيار المعلقة الصغيرة معلقتين صغيرين من خلي التفاح العضوي او معلقة كبيرة او ممكن نستعمل الخلي العادي. وهنضيف كمان دلوقتي بمعيار المعلقة الصغيرة. وكمان البيكنج سودة. ممكن بس تستعمله لما فيش بيكنج سودة. اي هنحط دلوقتي بمعيار المعلقة الصغيرة معلقة صغيرة مليانة من البيكنج بودر. انا بحط ليه بيكنج بودر بيكنج سودة مع خلي التفاح لان دا بيخلي الخبز ينفش كده وما يكونش مكتوم. حطيت دلوقتي معلقة صغيرة من البيكنج بودر واحط تقريبا ربع معلقة صغيرة من البيكنج سودا وهنضيف كمان دلوقتي الملح انا حط تقريبا كده معلقة صغيرة لربع من الملح الهمالية وممكن نستعمل الملح العادي بعد كده هجيب المضرب اليدوي وقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض طبعا بتحسوا ان حجم الخليط بيتضعف قوي ده بسبب البيكنج بودر والبيكنج سودا مع خل التفاح ده بيخلي الخليط يكون معنا بالقوام ده هنسيبه بقى دلوقتي على جنبه وهنجيب الكبة او المطحنة ونبدأ نطحن السمسم للناس اللي هتقولي انا عايزة بديل للسمسم ممكن تستعمله كوب عياري من الدقيق اللوز ده بالنسبة لكيتو دايت اللي بيعترضه دايما على استعمال السمسم لكن لو عايزين تعمله بالسمسم الوصفة كده مظبوطة اوي لو عايزين بديل للسمسم بالنسبة لكيتو دايت استعمله كوب عياري من دقيق اللوز وبالنسبة للضايت العادي ممكن يستعملوا الوصفة زي ما هي او يبدلوه بدقيق الشفان ما فيش اي مشكلة وخلاص كده انا طحنت كمية السمسم كلها وحطتها بقى دلوقتي في الطبق اللي فيه زبادي اليوناني والبيت وهنقلب بقى دلوقتي بزباته لكده بس قبل ما نقلب الخليط على بعضه هنحط المكون الاساسي معنا علشان يخلي الخبز طري هو السليم هنحط دلوقتي بمعيار معلقة الطعام معلقتين كبار من السليم ايه بديل السليم ممكن تحطه ربع كوب من مطحون بزل كتان هيدينا نفس النتيجة للناس اللي عايزة تحط بزل كتان ما فيش اي مشكلة عايزين تحطوا السليم برضو ما فيش مشكلة نتيجة واحدة في الاخر هو الهدف من السليم وبزل كتان ان يخلي الخبز معنا الطري ما يكونش يناشف كده زي القرائيش دلوقتي هنقلب بقى الحاجات دي كلها كده بلزباته لو بيكون معنا القوام في الاول تحسوا ان هو سائل لكن بعد شوية كده من التقليب بتحسوا ان السمسم وكمان السليم بيمتص السوائل اللي في الوصفة وطبعا احنا مش بنشتغل في الوصفة على طول لازم اي حاجة نحط فيها السليم نسيبها ترتاح 10 دقايق دلوقتي بعد ما قلبتها بالشكل ده هغطي بقى دلوقتي على الطبق ده واسيبه من 10-15 دقيقة مش هنشتغل فيه على طول هنغطي بقى دلوقتي على الطبق ده ونسيب العجينة ترتاح من 10-15 دقيقة وده شكلها معانا بعد ما سبتها تقريبا 15 دقيقة شايفين العجينة امتصت كل السوائل بقى معانا بالشكل ده يلا بينا بقى نجهز الخبز هجيب بقى دلوقتي صنية دي صنية حجمها متوسط ممكن تعمله الخبز الحجم بتاعه سميك او رفيع زي ما انتوا عايزين الصنية دي تقريبا العرض بتاعها 22 والطول بتاعها تقريبا 30 هنحط بقى دلوقتي الخليط بتاع العجينة على ورقة زبدة ولازم نستعمل ورقة زبدة تكون نوع كويس وبعد ما حطيت كده الخليط على ورقة الزبدة هنجيب معانا بقى دلوقتي طبق ونحط فيه حوالي معلقتين كبار من زيت الزتون وهنبدأ دلوقتي بقى نبلق دينا كده بزيت الزتون ونبدأ نفرد العجينة نملى بيها الصنية كلها زي ما عامل دلوقتي وبعد ما فردت العجينة بالشكل ده هاضغط كده بصعوبة كده هاعمل زي فتحات بسيطة بس مش هنوصل لغاية الاخر يعني هنضغط بصعوبة بالشكل ده كده علشان نديها الشكل بتاع خبز الفوكاشيا او العجينة بتاعت خبز الفوكاشيا وانا مجهزة معايا هنا شيري توميتوز وكمان شريح من الزتون طبعا ممكن تستعمله الطماطم العادية ما فيش اي مشكلة بس الشكل المعتاد لخبز الفوكاشيا ان يكون فيه الشيري توميتوز لو استعملت الطماطم العادية ما فيش اي مشكلة اه دلوقتي انا قطعت الطماطم كده كل حبة من الطماطم اطعتها نصين وهبدأ دلوقتي اوزعها بطريقة عشوائية بالشكل ده كده وبعد ما حطيت الطماطم كده هبدأ دلوقتي احط شريح الزتون ممكن تستعمله الزتون اللي هو الحبة كاملة اللي متشال منه النواء او تحط شريح زتون زي ما بعمل كده يعني عن حسب المتاح عندكم هنزبط بقى دلوقتي الشكل كده ان احنا نوزع الطماطم مع الزتون بشكل حلو علشان يكون في الاخر شكل الخبز معنا حلو اه دلوقتي بعد ما حطيت شريح الزتون وكمان الطماطم وبعد كده هنحط على الوش كده شوية من الروز ميري لو عندكم الروز ميري فرش اللي هو الاخضر هيبقى حلو قوي لكن انا عندي بناشف ونحط بقى دلوقتي كمية بزيت الزتون اللي بقت معنا في الطبقة احطها برضو على الوش خلاص كده بيكون جاهز معنا ان هو يدخل الفرن بيدخل على فرن سخنة على درجة حرارة 180 وده شكله معنا في الفرن بندخله الاول على فرن سخنة على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق بعد كده بنقلل درجة الحرارة 130 ونسيبه لمدة 20 دقيقة كمان ده علشان يستوه معنا ومنحسش ابدا بطعم السليم وبعد كده بنشغل الشواية اول ما يتحمر من اطراف كده بنشغل الشواية علشان نحمر الوش بتاعه وبعدين بنسيبه الغاية لما يبرد خالص بيكون معنا بالشكل ده يلا بينا بقى نقدم الخبز ونقطعه ده شكله معنا بعد ما طلع من الفرن وانا سبته الغاية لما برت خالص هنشيله بقى دلوقتي من على ورقة الزبدة طبعا لما بنستعمل ورقة زبدة تكون نوعا كويس بتفرق جدا جدا في المعجنات بنطلع منها المعجنات بمنتاز سهولة شايفين ما شاء الله شكل الخبز جميل جدا ومتحمر وعلى فكرة ريحته تحفى وطعمه لذيذ قوي ان شاء الله هيعجبكو جدا هنجيب بقى دلوقتي سكينة ويفضل استعمال سكينة يكون الحد بتاعها مشانشر كده علشان تقطع معنا الخبز بمنتاز سهولة وهنبدأ بعد دلوقتي نقطعه كده انا هقطعه على شكل مربعات واحاول كده ان نخلي الاجزاء كلها متساوية طبعا قطعه بالطريقة اللي انتوا عايزينها وبيكون معانا بالشكل الجميل ده شايفين ما شاء الله جميل جدا ازاي وده شكل الخبز بعد ما قطعته انا قدمته بطريقة بسيطة كده هو بصراحة مش بحتاج معاه غير كبهة شاي طعم رزيز جدا وان شاء الله هيعجبكو هنشوف بقى دلوقتي قطعه كده من الخبز شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي شكلها حلوة قوي ورحتها تحفى وان شاء الله طعمها هيعجبكو جدا لما اتجربوا الوصفة ارجعوا اكتبوا لي في التعليقات رأيكو فيها ايه وده شكله معانا من تحت كده متحمر وجميل جدا ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكو جدا وكده قدمت ليكو احلى واجمل واسهل خبز فوكاشيا مناسب لكل انواع الدايت ولكيت ودايت واللوقارب ومرضة السكري وكمان مقاومة الانسلين وحساسية الجلوتين اذا اعجبكو الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشال الفيديو وترفع الفيديو بتعليقاتكو الحلوة وبالف هانا وعافية